موسيقى أهلا بكم مشاهدين إلى هذه الحلقة الجديدة من ندوة الأسبوع مواجهة المخططات الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية تحت هذا العنوان العريض نجحت موسكو في جمع الفصائل والتنظيمات الفلسطينية والخروج بخلاصة مفادها أن صفقة القرن ستدمر كل ما تم الاتفاق عليه سابقا وأنها لا تشمل إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس موقف بارز أعلنه رئيس ديبلوماسية الروسية سيرجي لافروف وفيه رسالة واضحة ومباشرة إلى الإدارة الأمريكية سنتوقف عندها أما فيما يتعلق بالملف الفلسطيني الداخلي فقد كان الكلام فيه واضحا أيضا حول ضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني ولكن من دون آليات للحسم أو الحل أي أن تفاصيل ملف المصالحة تركت في عهدة القاهرة صاحبة الباع الطويل فيه وعلى الرغم من الخرق الذي أحدثته حوارات موسكو لجهة كسر التوتر والجمود خاصة بين حركتي فتح وحماس لكنها بالنتيجة لم تخرج ببيان ختمي بسبب الخلافات حول عدد من القضايا أبرزها مسألة اعتبار منظمة تحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا ووحيدا لشعب الفلسطيني في ظل وضعها الراهن وإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران 67 وعليه من حق الجميع أن يسأل ما الذي حققه مؤتمر موسكو هل نتوقع أن تلعب روسيا دورا أكثر فعالية في الصراع العربي الإسرائيلي في ظل السياسات الأمريكية والإسرائيلية الحالية في ظل ما يكشف يوميا عن هرولة العرب نحو التطبيع مع إسرائيل وهل الهدف في النهاية إبقاء الفلسطينيين على حالهم من الانقسام والتشردم من أجل تمرير صفقة القرن المصالحة الفلسطينية توافق أم تصعيد هو عنوان ندوتنا لهذه الليلة نستضيف فيها هنا في السوديو مسؤول حركة حماس في لبنان الدكتور أحمد عبدالهادي أهلا بكم دكتور من غزة معنا دكتور وليد القططي عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي أهلا بك دكتور وليد ومن رمالة معنا سيد رائد رضوان عضو المجلس الثوري لحركة فتح أهلا بك سيد رائد أهلا بكم جميعا نبدأ معك دكتور أحمد كيف يمكن تقييم مؤتمر موسكو لناحية النتائج التي خرج بها التوقيت الذي عقد فيه وهل أضاف ما الذي أضافه إلى حوارات سابقة جرت في عواصم عربية سابقا بسم الله الرحمن الرحيم لابد في البداية أن نقف عند الهدف الذي أرادت موسكو أن تحققه من خلال عقد الجلسة أو اللقاء بين الفصائل الفلسطينية موسكو تعلم أن الولايات المتحدة الأمريكية تسير بصفقة مشبوهة من أجل تصفية القضية الفلسطينية وإذا أردنا أن نتكلم بالسياسة فموسكو لديها نظرتها ورؤيتها للتعامل مع القضية الفلسطينية من وجهة نظرها القائمة على حل عادل وهي ترى أن إقامة الدولتين أو حل الدولتين وعلى قاعدة القوانين والشرائع الدولية فيما يعني الوضع الفلسطيني هو الحل عندما رأت موسكو التي تلعب حاليا دورا محوريا في المنطقة وهي التي أحدثت توازنا فيما يعني الأحداث في المنطقة في الأمس القريب وخصوصا في سوريا وحققت بالنسبة إليها توازنا حقيقيا ومنعت الولايات المتحدة من فرض رؤيتها في الواقع في المنطقة والحل وخصوصا في سوريا تريد أن تكمل في تحقيق رؤيتها فيما يعني أهم ملف على الإطلاق وأكثر ملف حساسية ولذلك أرادت أن تدعو الفصائل الفلسطينية لتقول للولايات المتحدة من جهة وللرأي العام الدولي من جهة ثانية وللفلسطينيين أنا بما أمثل من دولة كبيرة في المنطقة وفي العالم أرعى رؤية جديدة ليست صفقة القرن التي ستقول على حساب حقوق الشعب الفلسطيني هذه واحدة وهذا ما عبر عنه بشكل واضح سيرجيل أفرو وأعتقد أن هذه مسألة في غاية الأهمية للأسف لم نلتقطها كفلسطينيين المسألة الثانية في الوقت عقد اللقاء وكان مقصودا روسيا في الوقت الذي يعقد فيه مؤتمر آخر في وارسو وهو أحد تفاصيل وعنوين صفقة القرن وارسو أريد منه أن يجمع الكيان الصهيوني مع بعض الدول العربية من أجل إحداث واقع جديد تطبيعي يمهد لتشكيل حلف شرق أوسطي يكون الكيان الصهيوني أساسا فيه أرادت روسيا أن تقول هناك يعقد مؤتمر يصب في تصفية القضية الفلسطينية أريد عقد لقاء هنا لمواجهة صفقة القرن أيضا لم نلتقط هذه القضية ولكن البعض للأسف يرى أن الولايات المتحدة نجحت نسبيا أو نوعا ما في ما تريده من مؤتمر وارسو أو حلف وارسو كما سمه البعض فيما يبدو أن الفشل كان عنوان مؤتمر موسكو لأسباب عديدة سنتحدث عنه هنا أسمح لي أن أنتقل إلى سيد رائد رضوان عضو المجلس التوري لحركة فتح الكثير من النقاط عرقلت التوصل حتى إلى بيان ختامي بعد أن كان أعلن عن إمكانية التوقيع توقيع كل الفصائل على بيان ختامي سمي بإعلان موسكو وكأن الشعب الفلسطيني خذل مرة جديدة من قبل قياداته من خلال حوار موسكو أو مؤتمر موسكو لماذا كانت هذه النتيجة؟ أولا أعتقد أولا مع احترامي وتقديري للموقف الروسي والجهود التي بذلت وأيضا الجهود التي بذلتها الشقيقة مصر لكن أعتقد أن المصالحة الفلسطينية تتحقق على الأرض الفلسطينية بقرار فلسطيني وأعتقد أن الخلاف في إعلان موسكو لم يكن إلا مواقف مسبقة اتجاه القضايا التي طرحت رغم أن البعض وقع على هذه القضايا أكثر من مرة بدءا من عام 2011 حتى في عام 2017 أنا لم أفهم حتى الآن ولم يفهم مع الشعب الفلسطيني لماذا تتحفظ بعض الفصائل على اعتبار منظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني إذا كان هناك بعض الملاحظات لها علاقة بإعادة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية لها علاقة بعقد مجلس وطني توافقي يمكن أن يقال هذا الرأي عللا ونحن نحترم هذا الرأي كليل هذا يا سيد رائد منذ سنوات والجميع يطالب إعادة بنا هلها علامة الاستفهام نعم أنا أفهم تماما ولكن أود أن أقول لك أن الأب أب حتى وإن مرض وإذا اعتبرت حركة حماس والجهاد الإسلامي أن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وكان لها وجهات نظر أخرى تناقش في البيت الفلسطيني لا يجوز ولا بأي حال من الأحوال بعد المعركة التي تشن على وحدانية تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية أن تأتي فصائل وتتحفظ على أن هذه المنظمة هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني أنا حقيقة لم أفهم هذا التحفظ وأدعو حركة الجهاد الإسلامي وحركة حماس وكل الذين كان لديهم هذه التحفظات أن يعيدوا مراجعة هذا الموقف وأن يروا المحيط الذي يحاصر منظمة التحرير الفلسطينية ويحاول أن يلحق بها الضرر حتى يتم تمرير صفقة القرن أو أي حلول سياسية مشبوهة لم يكن الخلاف الوحيد في الواقع مسألة اعتبار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وطبعا ربما يجيبك بشكل مفصل وواضح السيد وليد الدكتور وليد القططي لأن حركة الجهادية كانت من أبرزت هذا الموقف يعني أنها تعترض على المرجعية تحديدا وفي مسألة أيضا إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران 67 وفي الأهم مسألة المصالحة اللي يبدو أنه لم يتم مناقشة تفاصيلها والدولة على حدود 67 سبقة لحماس وحركة الجهاد أن وقعت عليهم في 2017 في نوفمبر 2017 تسمح لي نتحول بهذه النقطة إلى دكتور وليد القططي وكأنه سبب الخلاف كان بعض المواقف منها دكتور وليد موقف حركة الجهاد الإسلامي نعم بسم الله الرحمن الرحيم تحية لك ولضيوفك الكرام وللمستمعين والمشاهدين الكرام حركة الجهاد الإسلامي لبت دعوة حوار موسكو انسجاما من موقفها الداعي للوحدة الوطنية دائما وأيضا رغبة منها ما يكون لموسكو دور يعني يعدل بعض الخلل الموجود في التأثير الأمريكي في المنطقة حركة الجهاد الإسلامي وافقت على تقريبا كل بنود حوار موسكو أو البيان الذي كان من المفترض أن ينزل وتحفظت ورفضت بندين فقط وفي هذا الرفض هي منسجمة مع نفسها ومع مبادئها الفكرية ونهجها السياسي ولا جديد في ذلك كما يقول السيد رائد من رامالله حركة الجهاد الإسلامي تحفظت على بند الدولة المستقلة على حدود 67 هو يؤكد أنكم كنتم وفقتم على هذا البند وهذا بند مهم وبارز وأساسي لا 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 نعم في 2011 الحركة تحفظت على هذا البند في اتفاقية القاهرة وفي كل الاتفاقيات والسبب أن الحركة لا تؤمن بموضوع المرحلية وموضوع 67 وهذا موقف واضح للحركة وليس جديدا من الناحية الفكرية والسياسية واضح هذا الكلام أيضا بسبب أيضا أن النتائج على الأرض أوضحت فشل هذا النهج وأين هو حل الدولتين الآن وأن الذين وفقوا على حدود 67 اتطروا للاعتراف بـ 78% من فلسطين بأنها إسرائيل واضطروا للتفاوض على ما تبقى من فلسطين 22% وأصبحت أراضي متنازع عليها وأن فرضية حل الدولتين أيضا سقطت في هذا الآن لو نجح هذا الخيار لا كان لنا ممكن كلام مختلف لكن هذا ينسجم مع الموقف وينسجم مع الواقع الذي أثبت فشل حل الدولتين بالنسبة لمنظمة التحرير الفلسطينية الحركة لم ترفض هذا المبدأ من الأساس وهي وافقت عليه لكنها ملتزمة باتفاق القاهرة عام 2005 الذي نص بالحرف على إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية وإصلاح حياكلها وميثاقها وبناها وإعادة بناءها من جديد ودخول حركتي حماس والجهاد الإسلامي في المنظمة لا يؤقل أن يكون كيان سياسي بهذا الحجم ممثل للشعب الفلسطيني دون أن تكون حركة الجهاد الإسلامي وحماس داخله وهي أهم حركات المقاومة الآن على الساحة الفلسطينية كما أن المنظمة هي التي ليس هي المنظمة القديمة التي نهضت لتحرير فلسطين الآن منظمة ابتلعتها السلطة وفقدت مضمونها الثوري بعد اتفاقية أوسلو وأيضا فقدت شريعتها الثورية بعد كلها من العلاقة مع إسرائيل المنظمة منظمة التحرير الفلسطينية تأسست منذ نحو 55 عاما بالتأكيد كانت الظروف تختلف تماما عما هي الآن وبما أنك أتيت على ذكر اتفاق القاهرة ومن ضمن بند يتعلق بمنظمة التحرير الفلسطينية اسمحوا لي ضيوفي أن أورد بعض منصة أو أبرز بنود اتفاق القاهرة عام 2005 التمسك بثوابة الفلسطينية دون أي تفريط وحق الشعب الفلسطيني في المقاومة من أجل إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية الكاملة وعاصمتها القدس وضمان حق عودة اللاجئين ضرورة استكمال الإصلاحات الشاملة ودعم العملية الديمقراطية وعقد الانتخابات المحلية والتشريعية في تواقيتها المحددة وافق المجتمعون وقتها بالألفين وخمسة على تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية وفق أسس يتم التراضي عليها بحيث يتضم جميع القوى والفصائل الفلسطينية بصفة المنظمة الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني والتوافق على تشكيل لجنة تتولى تحديد هذه الأسس هذا واضح سيد رائد ردوان نحن نتحدث عن اتفاق عمره 14 عاما تقريبا نص على وجوب تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية ومن وقتها ولم يتم المضي بهذا المسار اسمح لي هل لديك تعليق على هذه النقطة بشكل سريع لو سمحت أنا أعتقد أننا دعونا أكثر من مرة حركتين حماس والجهاد الإسلامي للمشاركة في المجلس الوطني والمجالس المركزية وكان موقفا للحركتين بمقاطعة المجلسين الوطني والمركزي لا يمكن أن نعيد تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية إلا عبر مؤسساتها الشرعية وبالتالي كان على الحركتين أن يكون لديهم موقفا أكثر إيجابية نحو الاندماج داخل منظمة التحرير الفلسطينية أما إذا كان الأمر يتعلق بإعادة تفعيل من أجل السيطرة على منظمة التحرير الفلسطينية ومن أجل انتزاع إرضها التاريخي والسياسي فإن الأمر مختلف هذا الذي يحصل هناك برنامج متفق عليه برنامج وطني في المجلس الوطني الفلسطيني الذي عقد في عام 1988 وهو ذات البرنامج الذي شكل صقفا سياسيا لمنظمة التحرير الفلسطينية ولحركة فتح ولكل قواء السياسية الحية وبالتالي لا يمكن أن نعيد تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية عبر الفضائيات أو عبر المناقفات السياسية وضحت هذه الفكرة فلتتقدم حماس والجهاد الإسلامي خطوة نحو البيت المعنوي الفلسطيني حينها يتم تفعيل منظمة التحرير حتى في هذه النقطة دكتور أحمد يبدو هناك مسؤولية ما على حركة حماس وحركة الجهاد وربما باقي الفصائل يعني بالنهاية إعادة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية يتم عبر المؤسسات الرسمية كما قال سيد رائد وكان في برنامج وطني طبعا نتحدث عن عام 88 اختلفت البرامج كليا الآن معتقد لو سمحت أحرر النقطين اللي كانوا محل نقاش من قبل الأخوين المسألة الأولى بخصوص الحوار اللي صار في موسكو هناك مقاربة منقوصة للموضوع لا يجوز أن يقال أن حماس في موسكو وحركة الجهاد رفضت أن يقال أن المنظمة هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني حماس تقول فليسمع الأخرائد والمشاهدين جميعا والجهاد تقول أن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وكل حديث حول أن حماس أو الجهاد أو غيرهما يسعى هؤلاء جميعا إلى إيجاد إيطار بديل أو الانتقاص من شرعية المنظمة كمرجعية وحيدة للشعب الفلسطيني هذا ليس صحيحا لكن كما قرأتي وكما أشار الأخ الدكتور وليد بعد تطويرها بعد إصلاحها بعد كذا بعد إلى آخره فالحديث بقلب الحوار في موسكو كان حول أنه إذا منقول الممثل الشرعي والوحيد بننظيف العبارة التي نحن متفقين عليها لكن أنت تحط هذه العبارة وبالدكياني أنا أوافق عليها وأنا الآن لست جزءا من منظمة التحرير أكثر من مرة يقول لكل الألوكات من ضمنها الجهاد رح أوضح هذه القضية بإعادة بناء أو الحديث في هذا الموضوع أوضح الموسكو أول شيء بعد أن باجل هذه النقطة لو سمحت فالمقاربة منقوصة لما حصل في موسكو بسواج نقول رفضوا إحنا لم نرفض وما زلنا نقول وقلنا بموسكو إحنا ملتزمين بالاتفاقيات والاتفاقيات بتقول إحنا وفقنا أن تكون المنظمة ممثلا شرعيا ووحيدا فبقاربة منقوصة هذا ليس صحيحا وللآن نقول هي ممثل شرع وحيد لكن بعد إصلاحها بعد تطويرها والدخول فيها المسألة الثانية كيف يمكن أن نحضر مجلس وطني على الأقل للأخير وهو أضيف عليه بدون علمنا أعداد كبير جدا وعقدوا المجلس دون تنفيذ ما تم الاتفاق عليه وفق الآليات الموجودة بالاتفاقيات يعني دعوتنا لحضور اجتماع للمجلس الوطني الفلسطيني على عكس ما تم الاتفاق عليه بالاتفاقيات وبقولك آخر شي لأنه ما حضرت فأنت بتكاش هذه مقاربة أيضا غير صحيحة المسألة الثانية بالنسبة لموضوع المنظمي نحن بالنسبة إلينا نؤكد على الموقف الثابت الآن نحن كحركة حماس نحن نلتزم بالاتفاقيات 2005 2011 وكل ما له علاقة بإعادة تطوير وتفعيل منظمة التحريد طيب الاتفاقيات قالت هناك إطار قيادي وهذا الإطار يجب أن يجتمع وهناك لجان اتشكلت للبدء بعادة الترتيب يا أخ رائد هذا هو المدخل الصحيح لدخول حماس والجهاد إلى المنظم وفق الاتفاقيات وليس وضع هذه الاتفاقيات على جانب وتفضلوا يا شباب على المجلس الوطني اللي لا نعرف أوله من آخره والجميع يعرف كيف تم تشكيل المجلس الوطني بعد في شغل فيما يتعلق بالدولة اللي وفقنا عليه وما وفقنا عليها انت عارف ليش ما نزل بيان مع أنه كان الجميع متفق أن يكون هناك بيان بالبداية في الحوار في موسكو صحيح الجميع كان يتناقش في كل العنوين في إطار الجلسات لكن نفاجأ بأنه تم تسريب من قبل الإخوة في حركة فتح بيان لسه لم نتفق عليه بتاتا بصراحة هم من هون بلشت يعني فيه بنود تعترضون عليها لم تنضج مناقشتها والاتفاق على أنها بالضبط هيك بدأت تكون بالبيان لنعلن هذا البيان مجتمعين كيف يمكن أن يسرب بيان وآخر شيء بعدنا مش بالتفقين إحنا من هون بلشت الإشكالية بالحوار وللأسف وصلت أنه إحنا وهو الروسي الذي كان يسعى إلى أن يكون هذا الحوار بعد استراتيجي في وجه وارسو وأيضا في وجه صفقة القرن تسمح لي أن أورد أيضا بعض النقاط التي تم بحثها أو ما تم الاتفاق عليه في موسكو من دون لا إصدار إعلان ولا بيان على الأقل الكلام الذي صدر عن المسؤولين كان في الجهاد أو فتح أو حماس أو باقي الفصائل ضرورة مواجهة صفقة القرن رفض إقامة دولة فلسطينية في غزة أو دون مدينة القدس التمسك بضرورة إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الاتفاق على عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم ومقاومة التطبيع مع إسرائيل البعض يقول يعني مكانك راوح هذه العنوين دكتور وليد نفسها مطروحة من عشرات السنين ما الذي تغير بهذه الحال لماذا ذهبتم إلى موسكو إذا كانت ستطرح نفس العنوين بهذه يعني تكون فطفاضة بهذا الشكل يعني حركة الجهاد الإسلامي ذهبت إلى موسكو استجابة للدعوة الروسية لأن هذا موضوع وطني موضوع الحوار أي مكان أو أي جهد ممكن أن يسهم في تحقيق ولو خطوة واحدة باتجاه الوحدة الوطنية الفلسطينية وإنهاء الانقسام حركة الجهاد الإسلامي تذب لي ثم أن هذه النقاط هي نقاط جيدة لنتفق عليها وجيد أن نتحاور وجيد أن نجلس كفلسطينيين مع بعضنا البعض لتقريب وجهات النظر نعم والتقدم باتجاه المصالحة منذ البداية لم يكن يعني الصقف أوسلو المتوقع صقفا كبيرا نعم موسكو لم يكن كبيرا ولم يكن متوقع أن يحدث اختراق في موضوع المصالحة في موسكو معروف أن هذا الملف موجود في جمهورية مصر العربية في القاهرة وكان اجتماع أوسكو كدفع بهذا الاتجاه سنتحدث بالتحديد عن ملف المصالحة سمع لك لاق وقاطعك عندما تتحدث عنه ولكن بعد الفاصل لدينا موجز للأنباء نتوقف عنده مشاهدين ثم نستكبل ندوة الأسبوع المصالحة الفلسطينية توافق أم تصعيد هو عنوان ندوتنا لهذه الليلة نرحب بكم فيها من جديد وأذكر بضيوفي الكرام هنا في الستوديو معنا دكتور أحمد عبدالهادي مسؤول حركة حماس في لبنان من غزة معنا دكتور القططي عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي وسيد رائد ردوان عضو المجلس الثوري لحركة فتح من رمالله قبل الفاصل أتينا على ذكر الملف المصالحة وهو الملف الأكثر حساسية ربما للفلسطينيين لكنه لم يتم لم تتم ناقشته بعمق وهذا واضح لأن مصر يبدو المرجعية في ملف المصالحة لمصر ألمان أنه من عشر سنوات للأسف ومكانك راوح أيضا بمسألة المصالحة كيف يمكن مواجهة كل التحديات أمام الشعب الفلسطيني واليوم نحن أمام تقريبا تصفيات القضية الفلسطينية من دون إنهاء الإنقسام سيد دكتور وليد أولا نحن في المصالحة في حال الجمود لا تصعيد ولا توافق المصالحة تعيش حال الجمود للأسف نتيجة لضعف الإرادة الوطنية في إنهاء الإنقسام وتناقض البرامج السياسية لأطراف الإنقسام والخلاف حتى على التفاصيل عند التطبيق في موضوع المصالحة وأيضا الاحتلال الإسرائيلي لا زال فاعلا على الساحة الفلسطينية ولا زالت له الكلمة العليا بما أننا تحت الاحتلال وأيضا للأسف نسينا أننا تحت الاحتلال كشعب فلسطيني وكفصائل وكسلطة فلسطينية أيضا تحت الاحتلال أيضا التدخلات الإقليمية لم تكن في كثير منها تدخلات إيجابية لإنهاء ملف الانقسام والوصول إلى الوحدة الوطنية الفلسطينية اليوم الانقسام هو بيد الفلسطينيين سيد دكتور وليد أليس كذلك ما لا دخل الدول العربية أو الإقليمية في مسألة المصالحة هناك أشياء بيد الفلسطينيين وهناك بيد غيرهم بما أننا تحت الاحتلال وأن الدول العربية والإقليمية والدول الكبرى حتى لا زالت لها مصالح في الشأن الفلسطيني والموضوع الفلسطيني من الواضح أن المفاوضات المصالحة بهذه الأهلية لم تكن أو لم تعد مجدية على الإطلاق بهذه الأهلية والدليل أنها أكثر من عقد من الزمان والمفاوضات مستمرة في أهلية جديدة في بديل أنتم في حركة الجهاد لديكم تصور مثلا للمضي بملف المصالحة لدينا خيارات أفضل من ذلك لابد من البدء من مرحلة أو من بداية عادة بناء المشروع الوطني الفلسطيني ولكي نعرف نحن في مرحلة التحرر وطني أو في مرحلة بناء السلطة والدولة نعم إعادة مراجعة الفكرة السياسية الذي قادنا إلى هذه مأزق أسلو ومن ثم مأزق الإنقساب إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أساس أننا في مرحلة التحرر وطني إعادة بناء العلاقة بين المنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة السلطة الفلسطينية ابتلعت مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وحلت مؤسسات المنظمة في مؤسسات السلطة ولم تعد المنظمة هي قائدة المشروع الوطني الفلسطيني والسلطة التي تقع تحت الاحتلال وبسقف أسلو هي التي تقود المشروع الوطني الفلسطيني قلت كلمة جوهرية دكتور كلمة هي مفتاح مسألة اختلاف البرامج أولا عدم وجود الإرادة السياسية هذا واضح واختلاف البرامج الوطنية واضح أن نحن نسير في خطين متوازيين لحركات المقاومة لعلى رأسها حركة الجهاد وحماس والشعبية والديمقراطية وغير مشروع وحركة فتح لها مشروعها الوطني الخاص وكل يدافع عن مشروعي هنا اسمح لي أن أنتقل إلى سيد رائد ردوان وكأن هذين الخطين لا يمكن أن يلتقي إن كان في الداخل الفلسطيني سيد رائد أو على الصعيد الإقليمي ونحن نعرف أن المنطقة تقريبا كلها أصبحت مفروزة بين حلفين أو بين معسكرين أو بين خطين يعني أعتقد أن هذه المقاربة ليست دقيقة مئة بالمئة أولا حركة فتح ومنظمة التحرير والرئيس أبو مازن اتخذ قرارا سياسيا واضحا بالتصدي للولايات المتحدة الأمريكية وأعتقد أن الذي يقول للولايات المتحدة الأمريكية لا ويقطع العلاقات معها ويرفض تدخلها المنفرد في العملية السياسية لا يمكن أن يقبل تدخل أي طرف إقليمي أو غير إقليمي في القضية الفلسطينية وأعتقد أن هذا السؤال يجب أن يسأل لغير فتح ولغير الرئيس أبو مازن وأن الصقف السياسي للرئيس أبو مازن قد عبر عن إرادة حقيقية للشعب الفلسطيني عززت من الاشتباك السياسي مع قيادة العالم وهي الولايات المتحدة الأمريكية بعد ماذا سيد رائع عفوا بعد 30 سنة على اتفاق أوسلو تم التواصل لهذه النتيجة أن نقول للولايات المتحدة أنت لست وسيطا نزيها في عملية السلام بعد 30 سنة هذا ربي فيه أجيال هذه 30 سنة من الشعب الفلسطيني وهذه الأجيال سيدة العزيزة قد شبت على إرادة وطنية حقيقية ونحن الشعب الفلسطيني في كل حقبة من زمنه يراجع ما الذي تم التواصل لي ويأخذ العبر من ذلك ونحن في منظمة التحرير الفلسطينية قد بدأنا بإعادة النظر بالعلاقات الفلسطينية الإسرائيلية والبدء بالانفكاك الابتصادي وازدادت حدة الاشتباك السياسي مع إسرائيل ونحن لم نقبل في يوم من الأيام أن تنحرف البوصلة الوطنية باعتبار أن إسرائيل هي العدو الذي يحتل الأرض الفلسطينية وبالتالي نعم نحن نراهن على إرادة أبناء الشعب الفلسطيني وعلى أجياله الذين فجروا العديد من الانتفاضات وأثبتوا لإسرائيل أن الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يعدم الخيارات لكن المسألة الأهم سيدة العزيزة حتى نتمكن من مواجهة الاحتلال الإسرائيلي الخيار الوحيد المتبقي أمام الشعب الفلسطيني هو تحقيق الوحدة لا خلاف سياسي أنا أود أن أصحح مسألة أن البرامج السياسية في الساحة الفلسطينية هي متقاطعة ومتشابعة دولة على حدود عام 1967 هي برنامج سياسي تجمع عليه كافة القوى السياسية الفلسطينية باستثناء حركة الجهاد وحركة حماس كما قلت سابقا وقعت أكثر من مرة وأيضا قد تطرقت في وثيقتها التي أصدرتها في واحد أيار عام 2017 بالاعتراف بدولة فلسطينية على حدود عام 1967 إذن أين الاختلاف في البرامج السياسية الاختلاف أنا أقول لك أو أنقل ما يقوله كثيرون نحن لا نريد أن نبيع أوهاما للناس بالنهاية في حكومة لم تستطع أن تعمل بشكل صحيح في اختلاف جذري حول كيفية عمل أي حكومة مقبلة اليوم ما في مجلس تشريعي الرئيس عباس حل المجلس التشريعي ما في اتفاق على الانتخابات العامة رئاسية تشريعية وغيره ففي اختلاف كبير في ما يتعلق بالبرامج السياسية تسمح لي إذا عندك تعليق أن تسجل أو أحيل هذه النقطة إلى دكتور أحمد عبدالهادي ربما يقول البعض أنه الانطلاق من حكومة وحدة وطنية قد تكون مدخلا للمصالحة وهنا تلام حماس أنه هي لا تريد حكومة الوحدة الوطنية ولا تريد فك قبضتها عن غزة بالعكس نحن الذين نطرح الآن أن المدخل قد يكون أو أحد المداخل حكومة وحدة وطنية تؤسس لانتخابات رئاسية وتشريعية وأيضا لمجلس وطني تابع لمنظمة التحرير الفلسطينية المطروح الآن ليس حكومة وحدة وطنية المطروح الآن هو حكومة خاصة فقط بفصائل منظمة التحرير الفلسطينية لكن دعيني أركز على نقطة في غاية الأهمية وهي أن المدخل الحقيقي وسألت عن كيف تتم المصالحة المدخل الحقيقي هو بحوار وطني شامل تجتمع فيها الفصائل الفلسطينية وليدعو إليه الرئيس أبو مازن لمناقشة الواقع الحالي وتقييم المرحلة ونطرح ما هي نقاط القوة ونقاط الضعف والسلبيات ونستفيد من كل التجارب الخاصة بنا ونستحضر صفقة القرن وتحدياتها ولنتفق على برنامج وطني أساس المقاومة المسلحة والشعبية والسياسية وغيرها المهم أن نجري حوارا وطنيا أما أن تبقى حركة فتح والسلطة الفلسطينية تقول لا يمكن أن أعمل أي مصالحة إلا إذا مسكت غزة من بابها إلى بحرابها واللي فوق الأرض وتحت الأرض وحماس تقول لا يمكن أن تتم المصالحة إلا إذا أعلن الرئيس أبو ماسن إزالة الإجراءات العقابية عن غزة وغيرها من القضايا وهي محقة أن يتم شيل كل الإجراءات العقابية عن غزة باعتقد إذا غرقنا في القضايا المتعلقة بالحكومة والتفاصيل ممكن أن لا نصل إلى مصالحة لكن هذا منطق أنتم ونحن غريب منطق أنتم ونحن غريب أنتم الشعب الفلسطيني في نهاية يعني غزة من ضمن الأراضي الفلسطينية ورام الله والدفام ضمن الأراضي الفلسطينية ليش يعني غزة يجب أن تكون حكر لحركة حماس ورام الله أن تكون حكر للسلطة لذلك البقاء في مربع حماس وفتح واللي إحنا اليوم ما حابين ولا قابلينه وعندما يتم من الأشقاء دعوة إلى لقاء للمصالحة بين حماس وفتح طلب حماس دائما يكون أن الكل الوطني يجب أن يجتمع ويقرر نحن لا نريد لم يصعد في استماع من هذا النوع أنتم يعني أيا يكن فليدعو إلى الاستماع ما هو نحن ندعو إلى الاجتماع والفصائل تدعو إلى الاجتماع لكل الفلسطيني ولكن لا استجابة لذلك ويبقى الشرط دائما لا يمكن أن نخطو أي خطوة في موضوع المصالحة إلا إذا استلمت الحكومة اللي موجود في الضفة حاليا كل شيء في غزة فلنترك ما له علاقة بالحكم والحكومة والتفاصيل هذه ولنذهب إلى حوار وطني شامل نناقش فيه كل القضايا بكل صراحة على قاعدة الاتفاقات التي أبرمناها سابقا 2005-2011 وما تلاها وبالملفات الخمسة ووقعنا عليها جميعا أما النقى دغرق في تفاصيل لها علاقة بالحكومة والحكم وغيرها من القضايا ونعتبرها شرطا لكي نتصالح في ظل تصفية قضية فلسطين عبر صفقة القرن وهناك اجتماعات الآن تحصل كوارس وغيرها يراد من خلالها أن تطبع الدول العربية مع الكيان الصهيوني ونحن ما زلنا نقول لا يمكن أن نعمل مصالحة مع حماس بينما المطلوب ليس المصالحة بين حماس وفتح وإنما المصالحة تعني الوحدة الوطنية القائمة على أساس حوار وطني ينتج برنابج وطني يجب أن نخرج من هذا المربع إلى مربع مناقشة القضايا الوطنية لب المصالحة ليس في الحديث عن تفاصيل هنا وهناك في الضفة وغزة مع أهميتها فلتترك جانبا ونخض حوارا وطنيا وليدعو إليه الرئيس أبو مازين ويشوف هل نستجيب كفصائل أم لا وهناك من يقول أنه من دون إنهاء المصالحة لن تسقط صفقة القرن وكأنه الفلسطيني يقدم على طبق من ذهب للأمريكي والإسرائيلي صفقة القرن سهل أن تمرت في وجود الانقسام اسمح لي أن أنقل هذه النقطة إلى السيد رائد ردوان هذا مدخل مهم في الواقع أن يتم الدعوة من قبل الرئيس أبو مازين إلى حوار شامل وطني شامل يجمع كل الفصائل الفلسطينية لإعادة تقييم البرنامج الوطني أو الاستراتيجية الوطنية وطرح كل الوسائل على الطاولة أين المشكلة؟ أولا أن الكثير من المؤتمرات التي عقدت واللقاءات التي عقدت واستضافتها القاهرة ومكة والدوحة وموسكو ناقشت القضايا التي يمكن أن تشكل خلاف سواء على مستوى البرنامج السياسي الموحد أو على مستوى أيضا تشكيل الحكومة ووصلت هذه الفصائل إلى مجموعة من التفاهمات بدءا من عام 2005 مرورا في اتفاق القاهرة في عام 2011 وصولا إلى اتفاق عشرة 2017 الذي كان يمثل جدولا زمنيا للبدء بتنفيذ المصالحة وذات الاتفاق صادقت عليه كافة فصائل منظمة التحرير والفصائل خارج منظمة التحرير في نوفمبر من نفس العام لذلك نحن لسنا بحاجة لمزيد من التوارب نحن بحاجة إلى برنامج هذا شيء آخر أنت تتحدث عن اتفاقات أنت تتحدث عن شيء آخر نحن نتحدث والسيد دكتور أحمد طرح فكرة الدعوة إلى مؤتمر وطني عام شامل يجمع كل الفصائل الوطنية الفلسطينية على أرض فلسطين أو ربما خارج فلسطين ولكن يفهم من الكلام أنه على أرض فلسطين اتفاقات القاهرة وغيرها من العواصم العربية أنه تشكيل حكومة وطنية إنهاء الانقسام تمكين في غزة تمكين الحكومة في غزة وغيره هذا شيء آخر ما الذي يمنع الرئيس سابو مازن من الدعوة إلى مؤتمر كهذا لا يمنع سيدتي ولكن المزيد من المؤتمرات والحوارات على ذات القضايا أين المشكلة؟ أعتقد أنها مضيعة للوقت حينما تتوحد هذه الفصائل داخل إطار منظمة التحرير الفلسطينية سيكون لمنظمة التحرير الفلسطينية حينها كلمتها في معالجة كافة القضايا التي تمثل وجه خلاف بين هذه الفصائل أما قضية المؤتمرات والحوارات والمزيد منها في ظل اتفاقات عالجت كل القضايا المطروحة بدءا من تفعيل منظمة التحرير مرورا بالانتخابات وصولا إلى تشكيل حكومة وفاق وطني كل هذه القضايا جاءت في إطار حوار وطني شامل ما بين كل الفصائل اليوم في حكومة بشكل سريع ومختصر لو سمحت سيد رائد متى سيتم تشكيل أو تأليف الحكومة الجديدة بعد استقالة حكومة رامي الحمض الله وأي شكل أو طبيعة نتوقع لهذه الحكومة يعني بموجب الصلاحيات الممنوحة للرئيس أبو مازن بصفته رئيسا للسلطة الوطنية الفلسطينية بالاستناد للنظام الأساسي الفلسطيني فإنه سيشكل حكومة فلسطينية يعني هذه الحكومة تكون حكومة وطنية فصائلية أيضا مع بعض الشخصيات المستقلة يعني أعتقد أن المشارات قد وصلت نهايتها وأن الحكومة سترى النور قبل نهاية شهر شباط تشمل كل الفصائل بما فيها الجهاد وحماس نحن نتحدث عن حكومة لمنظمة التحرير باعتبار أن حركة حماس للأسف رفضت أن تمكن حكومة الوفاق التي شكلت في بيت إسماعين هنية في الشاطئ ومنعت دخولها إلى غزة وبالتالي نحن نتحدث عن حكومة سياسية فصائلية إذا كان هناك تقدم أو استعداد لحركة حماس بالبدء بتنفيذ الجدول الزمني الذي تم الاتفاق عليه في أكتوبر من عام 2017 حينها لكل حادثة حديث وكأنه سنبقى ندور في دائرة مفرغة للأسف في هذه النقطة تحديدا من يبدأ أولا نسمح لي أن أنتقل إلى دكتور وليد القططي يبدو أن الشعب الفلسطيني هو لوحده من يدفع الثمن من لحمه الحي بمسيرات العودة وغيره في وقت تواجه القضية الفلسطينية بالفعل أخطر مراحلها اليوم رأينا ما جرى بوارسو مثلا كان الكلام العربي على العلن هذه المرة والأكل الجلوس على مائدة واحدة وتقاسم الخبز والملح بين الإسرائيليين والعرب وكان الكلام واضح أنه القضية الفلسطينية لم تعد على جدول الأعمال وأنه اليوم التركيز على مواجهة إيران والعدو هو إيران يعني أين حس المسؤولية عند كل المسؤولين من يعتبر نفسه مسؤول بالشعب الفلسطيني يعني مؤتمر وارسو المؤتمر المسمى السلام والأمن في الشرق الأوسط منذ البداية كان هدفه تكوين جبهة عربية إسرائيلية برعاية أمريكية ضد إيران وإعطاء دفع لعملية التطبيع والتحالف بين الدول العربية خاصة لأنظمة الخارجية وإسرائيل يعني تقدم باتجاه من التطبيع إلى التحالف وأيضا تثبيت وشرع لتوجود دولة إسرائيل في المنطقة العربية والإسلامية وإدامة الصراع بين السعودية وإيران والدول العربية وإيران وإنهاء الصراع في نفس الوقت بين إسرائيل والعرب وتصفية القضية الفلسطينية ترامب انتقل من إدارة الصراع لصالح إسرائيل إلى محاولة إنهاء الصراع لصالح إسرائيل في هذه المنطقة وتصفية القضية الفلسطينية بالكامل بتصفية مفرداتها المختلفة لكن المؤتمر لم يكن بحجم التوقعات ترامب ولا إدارة ترامب الدول الكبرى روسيا والصين والإقليمية الكبرى كتركيا لم تحضر المؤتمر فرنسا وألمانيا لم أرسلتها مشاركتين مندوبين على مستوى متدني للمشاركة في النهاية هذا المؤتمر كان لتبادل الابتسامات أمام الكاميرا بين نتنياهو وبعض وزراء الخارجية العرب ولم يكن له نتائج كبيرة على الأرض باعتبار أن الشعوب العربية والإسلامية ترفض وجود إسرائيل وكالسابق هناك اتفاقية سلام لها 30 و40 عاما لم تتغلغل في العمق الوجدان الشعب العربي الذي يرفض دولة إسرائيل كما أنه لم يستطع أحد أن يفرض على الفلسطينيين شيء لا يريدونه صفقة القارب أمتأكد من ذلك دكتور وليد أنه إسرائيل لم تستطع التغلغل في الواقع العربي وعند بعض الشعوب العربية ولو على مستوى بعض النخب ربما ورعينا ذلك ونرى كل يوم كيف يتم التعاطي مع القضية الفلسطينية يعني بين النخب معزولة عن شعوبها ونخب محدودة وأنظمة عربية تعتقد أن بإمكان إسرائيل حمايتها لكن على المستوى الوجدان الشعبي العربي والشعوب العربية والأمة العربية والإسلامية لن تصل إسرائيل على الإطلاق وستظل مرفوضة وستظل هي العدو الأول للعرب والعدو الأول للمسلمين يبقى دورنا نحن كفلسطينيين في مقاومة صفقة القرن في هذا الأساس نحن نتحدث أننا كلنا ضد صفقة القرن والسيد محمود عباس ضد صفقة القرن لكن على المستوى العملي لم نتقدم خطوة كان من المفترض أن نتوحد اتجاه هذا الخطر في إسراء بتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية وإنهاء الانقسام وإيجاد مشروع وطني فلسطيني استمرار على أقل لدعم استمرار صموده ومقاومة الشعب الفلسطيني وسحب مكاسب الاحتلال الذي حققها بعد أصله السيد محمود عباس تحدث عن سلطة بدون سلطة واحتلال بدون كلفة السؤال كيف سيد الرئيس نجعل الاحتلال بكلفة بدون مشروع وطني مقاوم بدون إطلاق مشروع للمقاومة في كافة الأراضي الفلسطينية سواء في غزة أو الضفة أو في كل فلسطين وكيف نستعيد قوتنا كفلسطينيين لدينا عناصر قوة كبيرة لدينا أكثر من نصف الشعب الفلسطيني يعيش على أرض فلسطيني التاريخية الشعب الفلسطيني متمسك بحقوقه الشعب الفلسطيني قادر على تفجير الثورات قادر على إبداع أشكال جديدة من المقاومة في مسيرات العودة وهذا ما نشهده بالفعل على الخدود في مسيرات العودة ابقى معنا دكتور وليد وسيد رائد وأيضا دكتور أحمد لو سمحتم مشاهدينا أيضا فاصل آخر وأخير نتابع بعده ندوة الأسبوع أبقى معنا أهلا بكم مشاهدينا من جديد إلى ندوة الأسبوع بعنوان المصالحات الفلسطينية توافق أم تصعيد قبل الفاصل كان سيد دكتور وليد عن حركة الجهاد الإسلامي يتحدث عن ضرورة الاتفاق على برنامج وطني واحد لأن الفلسطينيين لديهم الكثير من أساليب المواجهة مواجهة صفقة القرن تحديدا هنا سمح لي دكتور وليد أن أتوجه إلى دكتور أحمد في الستوديو ولكن قبل أن أسألك في الكلام الذي أشارنا إليه في بداية الحلقة لسيرجي لافروف وزير الخارجية الروسية عن صفقة القرن ثم نعود إذن ماذا قال سيرجي لافروف عن صفقة القرن الإدارة الأمريكية تسعى لطرح صفقة جديدة التي تعرف بصفقة القرن وهي التي ستعصف بكل القرارات السابقة بما في ذلك إقامة دولة فلسطينية على حدود عام سبعة وستين وعاصمتها القدس الشرقية ماذا يعني أن ترفض دولة بحجم روسيا صفقة القرن وكأنها ملكية أكثر من الملك نحن نسمع الرفض على لسان كل المسؤولين الفلسطينيين لصفقة القرن لكن أن تأتي روسيا لترفض هذه الصفقة وتقول أنه تدمر كل ما تم الاتفاق عليه سابقا ماذا يعني للفلسطينيين وكيف يمكن مواجهة هذه الصفقة أنا أشرت بداية الحديث بأن روسيا قصدت من خلال الدعوة إلى اللقاء للفصائل الفلسطينية بأنها تريد أن تثبت كدولة كبرى أثرت في المعادلة الاستراتيجية في المنطقة وخصوصا في ملف أساسي ملف القضية الفلسطينية تريد أن تقول للولايات المتحدة وهذه كريدت عم تعطيها للفصائل فيما يعني القضية الفلسطينية نحن نرفض صفقة القرن البشروع الذي يتناقض مع كل شيء له علاقة بحق أو عدل أو غيرها فيما يعني القضية الفلسطينية وهذه نقطة قوة وأنا أعتقد علينا كفلسطينيين وإن لم نستفد منها بشكل كامل في اللقاء الأخير يجب أن نبني عليها لأن موقف روسيا موقف دول هام لا يعتبر زي أي موقف آخر ولكن لن تدعو روسيا مرة ثانية لن توجه دعوة من هذا النوع قالت أنه سنواصل بذل الجهود ولكن لن نوجه دعوة مثل هذه ليس بالضرورة دعوة إنما نستثمر هذا الموقف الروسي بأشكال مختلفة كفلسطينيين لكن أن نبدأ من عند أنفسنا وهنا لابد أن أشير إلى مسألة أشرت إليها قبل الإعلام الحوار وهي مسألة الحوار الوطني الحوار الوطني ليس مضيعا للوقت صحيح أننا اتفقنا بال2005 و2011 وهناك اتفاقيات الآن هناك تحدي خطير اسمه صفقة القرن نحن أمام خيارين إما أن نذهب لوحدنا كل فريق فلسطينيين لوحده من روح نعمل مجلس وطني بندعى من جهة معينة لوحدها وعدد من الفصائل لا تحضر لأنه ليس بناء على ما تم الاتفاق عليه مجلس مركزي عدد كبير من الفصائل اللي حضرت المجلس الوطني ما حضرته ثم بعد ذلك بخطوة أحدية تم حل المجلس التشريعي ثم بعد ذلك يختطف المجلس الوطني والمركزي بليجان تشكل ولا تفعل شيء ولا تنفذ حتى قرارات المجلس المركزي هل أفضل أن كل واحد يروح يشتغل هكذا أحاديا ولكن أيضا حماس تشتغل أحاديا خليني أكمل بسي الفكرة بعد ذلك أم نجتمع بحوار وطني نضع بين أيدينا التحدي الخطير صفقة القرن ومن يقف إلى جانبنا وهنا الموقف الروسي مهم جدا نضع الاتفاقات على الطاولة ثم ندرس وطنيا خياراتنا وفق الاتفاقات واستحضار هذا التحدي الخطير للوصول إلى برنامج وطني شامل كل جهة فلسطينية بغض النظر عن الخلاف في البرامج السياسية لكن نستخدم كل مقدرات الشعب الفلسطيني المقاومة المسلحة المقاومة الشعبية العمل السياسي في إطار مواجهة مشروع صفقة القرن أما في الحديث عن ماذا يمتلك الشعب الفلسطيني في إطار مواجهة صفقة القرن نعم الوحدة الوطنية هي أساس ولكن كونها غير مكتملة الآن هذا لا يعني أن الشعب الفلسطيني الآن لا يواجه صفقة القرن المسألة الأولى المقاومة المسلحة التي تمثل الفصائل الوطنية الموجودة في غزة والمنضوية تحت غرفة العمليات والتي تواجه المشروع الصهيوني وواجهت جيش الاحتلال وحققت إنجازات نوعية عليه وكرست معادلة الردع هذه نقطة قوة يمتلكها الشعب الفلسطيني وبالنتيجة لا يمكن إذا قال ترامب أن القدس عاصمة لدولة الكيان معناته القدس أصبحت عاصمة أو إذا أراد أن يشطب حق العودة يعني شطب حق العودة ما دام الفلسطيني يقول أن فلسطين أرضي وسأعود إليها والقدس هي عاصمة دولة فلسطين وما دام يحمل بندقية ويواجه الاحتلال ولكن في هدنة اليوم بين حاملات إسرائيل ما في بندقية في تجميد للعمل المسلم عفوا لا ما في تجميد عندما يعتد الكيان عفوا ما ليس هناك هدنة هناك تهدئة فقط إذا التزم العدو الفصائل المجتمعة تلتزم لكن أنت لاحظت والمشاهدون كلما خرق العدو هذه التهدئة كان هناك الرد المقاوم ويحقق إنجازات ثم إلى جانب المقاومة المسلحة هناك مسيرات العودة هذا الإنتاج الإبداعي الوطني الشامل الذي يجسد الوحدة الوطنية بأبهى صورها اليوم يشكل أداة وطنية غير عادية وغير تقليدية إلى جانب المقاومة المسلحة تعتبر من الأدوات الهامة في مواجهة صفقة القرن والأسبوع المقبل حاسم يبدو نعم الشعب الفلسطيني يمتلك إمكانات يمتلك مقدرات ولو لم يكن ذلك كذلك لكانت صفقة القرن أخذت مداها منذ زمن وتم تصفية القضية الفلسطينية نحن نتحدث عن صفقة القرن سوف تعلن سوف تمر لكن على أرض الواقع يبدو أن الكثير من بنود وعناصر صفقة القرن قد مررت بالفعل أنا أشرت أنه إذا ترامب أعلن أن القدس هي عاصمة الكيان الصهيوني ونقل سفرته إليها هذا لا يعني أن القدس عاصمة الكيان الصهيوني نحن نحمل البندقية حتى الآن نسير مسيرات العودة بشكل جامع ووطني في وجه هذه المحاولات الأمريكية لتصفية القضية الفلسطينية ما زلنا نملك أوراق قوية جدا وكلها في وحدة وطنية بالمناسبة غرفة العمليات بعد المناحضة غرفة العمليات العسكرية هي أحد أشكال الوحدة الوطنية الميدانية مسيرات العودة هي أحد الأشكال وهي نقاط قوة ينقصنا بعد الوحدة الوطنية الشاملة إن شاء الله أنه تكون في المدى الخريف ربما الدعم العربي والدعم الإقليمي واليوم نحن نرى كيف يتم التقارب بين العرب وإسرائيل وهنا سمحني أن أنتقل إلى سيد رائد يبدو أننا تجاوزنا مسألة التقارب والتطبيع لنصل إلى ما يشبه الحلف والتحالف والشراكة بين إسرائيل وبعض العرب وهذا ما أظهره بشكل واضح مؤتمر وارسو هل هذه العوامل الدور العربي تحديدا العامل العربي يساعد على مواجهة صفقة القرن؟ أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية ليس منذ الأمس وإنما منذ أمد طويل منذ أن طرحت ما يسمى بالشرق الأوسط الكبير وهي بالأساس نظرية إسرائيلية طرحها شمعون بيريس تحاول أن تجعل من إسرائيل عضوا طبيعيا في المنطقة العربية وتجعل إسرائيل من دولة جارت على العرب وظلمتهم ونكلت بهم ومارست المجازر بحقهم إلى جار لدود اكتشفوا أنه يمكن أن يكون هناك تقاطع مصالح مع هذا العدو لكن لا يمكن لأي عقل عربي أو لأي وطني عربي أو قومي عربي أن يقبل أن تصبح إسرائيل جزءا من منظومة العالم العربي وكأنها دولة جارة لا يمكن إلا أن يكون هناك يعني تقاطع بالمصالح معها ولكن يبدو أن العرب قابلوا أنت سمعت لا شك ماذا قال وزير الخارجية الإماراتي والتسريبات من خلال المؤتمر أنه لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسي أو لكل دولة الحق في الدفاع عن نفسي عندما تم الحديث عن سوريا والاعتداءات الإسرائيلية على سوريا يبدو أنه قابل العرب بهذا الواقع وبعضهم سيدة العزيزة اعتبر أن العرب أسرى للتاريخ وبالتالي يجب أن يتحرر العرب من التاريخ وكأن التاريخ العربي والثقافة العربية والهموم العربية أصبحت تمثل عبءا على كاهل هذه الدول لكن أقول لك أن لا يمكن لأي من الدول العربية أن تنجر إلى تطبيع مجاني علني مع إسرائيل لأن الشعوب العربية لديها إيمان عميق بأن إسرائيل ما زالت تمثل عدو أساسي لطموحات الشعوب العربية لكن الأخطر من التطبيع الرسمي الذي تحاول إسرائيل من خلال اختراق العالم العربي هو ما تسمي إسرائيل التطبيع الشعبي واستخدامها لبعض المستكتبين العرب لصالح إسرائيل من خلال بعض المقالات التي تعيد تعريف العلاقة مع إسرائيل باعتبار أن الفلسطينيين قد أخذوا العرب منحنيات أخرى وأن الفلسطينيين قد باعوا قضيتهم وبالتالي من الواجب الآن أن نفكر بمصالحنا هؤلاء المستكتبين الذين أعتقد أنهم لقوديين أكثر من اللقود نفسه هم الخطر الحقيقي على الوعي الشعب العربي الذي يمكن أن يشكل اختراقا نظيفا كما تسميه إسرائيل وكيا للوعي العربي من أجل تمرير ذاتها داخل منظومة الشرق الأوسط الجديد وهنا ربما نستحضر ما يقولوا هؤلاء يعني من يسمون نفسهم بالنخبة أو الكتاب أنه نحن ساعدنا الشعب الفلسطيني وكاننا كرا للجميل نحن أعطينا ملايين الدولارات من بعض الدول العربية للأسف يعني بدنا متأكدين أنه هذه الدول تتعامل مع الشعب الفلسطيني كأنه شعب جائع يريد فقط الأكل والشرب والرواتب وغيره وليس كقضية سياسية جوهرية وهنا أحيل السؤال إلى دكتور وليد القططي ما قاله وزير الخارجية البحريني خطير جدا أيضا أنه القضية الفلسطينية لم تعد القضية الأولى بالنسبة للعرب وفيه هم إيران أو التركيز اليوم على إيران هل ترى بالفعل أنه يجب أن نميز بين الشعوب وبين المسؤولين أو بعض النخب والكتاب وغيره يعني هي لم تعد قضية أولى بالنسبة له ولنظابه بالفعل لأن ما يهمه هو حماية عرشه من غضب الثورة القائمة في البحرين وهذه الأنظمة أيضا تعتقد أن بإمكان أمريكا وإسرائيل أن توفرنها الحماية من شعوبها لا يوجد خطر على هذه الأنظمة من إيران على الإطلاق هذا وهم أدخله في عقولهم الأمريكي والإسرائيلي لإبتزاز هذه الأنظمة العربية هؤلاء لا يدركون أن إسرائيل رغم هذا الإسرائيل بيت العنكبوت رغم هذه القوة الوهمية الظاهرة إسرائيل الكبرى لم تتحقق ولم يستطع قادة الكيان الصهيون لتحقيق إسرائيل الكبرى لا يوجد لهذه الدولة حدود آمنة ولا يوجد لها عمق استراتيجي ولا يوجد لها قوة ذاتية إلا بمساعدة دولة كبرى كالولئية المتحدة الأمريكية وأن هذه الدولة التي قامت على الهجرة والإستيطان فشلت إلا في جلب ثلث اليهود في العالم فقط وأن هذه الدولة لم تستطع فرض الإستسلام على الشعب الفلسطيني ولا على المقاومة الفلسطينية وأن جيشها منذ عام 82 لن يستطيع أن يحقق نصرا واضحا على المقاومة الفلسطينية أو اللبنانية بل وحقق هزائم متوالع فكيف الكيان بهذه المواصفات أن يستطيع حمايتهم وبالتالي هذه المقولة أن القضية الفلسطينية لم تعد قضية أولوية بالنسبة لها والإنظامة ولكن الشعوب العربية والقوى الحية في الأمة العربية والإسلامية تعتقد أن إسرائيل هي العدو الأول للأمة وأن إيران هي جزء من الأمة الإسلامية وأنها هي قوة للعرب المسلمين تجاه إسرائيل وليس كما توصف هذه الأنظمة نعم طيب يتم اليوم محاولة تغيير كل هذه السياسات والاستراتيجيات والمفاهيم إن صح التعبير كان مؤلم جدا للأسف رؤية وزير خارجية ما تسمى بالشرعية اليمنية يجلس بالقرب من نتنياهو ويتبادل معه الحديث ويصلح له الميكروفون وغير ذلك الشعب اليمني من أكثر الشعوب العربية حبا لفلسطين ومقاومة لإسرائيل ونحن شاهدنا كيف نزل بعشرات بالمئات الآلاف إلى الشوارع اليمنية رفضا للعربدة الإسرائيلية دكتور أحمد عبدالهادي سمح لي أن أقرأ سريعا ما كتبته التايمز عن المؤتمر قمة وارسو لماذا غاب الفلسطينيون عن الأجندة في قمة وارسو أن جلوس نتنياهو مع ممثلين عرب بارزين بينهم وزير الدولة السعودي عادل جبير الذي لا تقيم دولته علاقة ديبلوماسية مع إسرائيل كان إنجازا كبيرا نتنياهو جلس إلى جانب وزير الخارجي اليمني الذي لا تتعامل إسرائيل مع بلاده بشكل مفتوح وتحدث الرجلان معا وتساعد على تشغيل مايكروفون فيه مشكلة وكأنهما يقومان بعمل ديبلوماسي أن الفلسطينيين كانوا غائبين عن القمة وقاطعوا منذ أكثر من عام الأمريكيين بعد قرار ترامب نقل السفارة الأمريكية إلى القدس والاعتراف بها عاصمة لإسرائيل وما زال يطول المقال تشرح التايمز هل توافق أن لهذه الأسباب غاب الفلسطينيون عن الأجندة بوارسو؟ في البداية مقدر غياب السلطة الفلسطينية أو منضمة التحرير عن مثل هذه الندوة أو مثل هذا المؤتمر بالتأكيد ما دام عنوانه صفقة القرن لا يمكن أن يكون هناك طرف فلسطيني في مثل هذا اللقاء أو مثل هذا المؤتمر لأن هذا المؤتمر يهدف إلى إنشاء حلف شرق أوسطي يكون عدوه الأساس هو من يقول أن الكيان الصهيوني ما زال عدوا وإيران جزء من هذا وحركات المقاومة وهو امتداد لما تم عقده من مؤتمر في الرياض منذ فترة وفيه تم الإعلان عن هذا الحلف هذا المؤتمر يكرس واقعا جديدا ولكن أريد أن أشير في مقابل ما يسعى إليه الأمريكي ومعه الكيان الصهيوني من استقطاب عدد من الدول العربية في إطار حرف حلف لمواجهة إيران وحركات المقاومة وكل من يقول أن الكيان الصهيوني هو عدو هذا لا يعني أنهم يمكن أن يحققوا ما يريدون في المقابل هناك أيضا تيار في المنطقة ممانع ومقاوم ما زال يعتبر الكيان الصهيوني عدوا وما زال يعتبر فلسطين أرض للفلسطينيين والعرب والمسلمين يجب أن تحرر من هذا الكيان وما زال يقاوم السياسات الأمريكية والصهيونية بالسلاح وبأشكال مختلفة وهذا الحلف أو التيار أو سمه ما شئتي ليس ضعيفا وإنما قويا وحقق إنجازات معتبرة في أكثر من ساحة إذن نحن أمام تدافع استراتيجي كبير كل يستخدم أدواته أما فيما يعني هرولت المطبعين باتجاه الكيان الصهيوني هؤلاء سيسقطون ستلفظهم أول من يلفظهم هو شعوبهم وبالتالي التاريخ سيسجل عليهم وصمت عار وستمضي المقاومة وسيمضي المقاومون في مواجهة الكيان الصهيوني وسيزول الاحتلال وبالتالي يجب أن لا ننظر إلى المشهد على أنه مشهد سوداوي أنا أعتقد أن الصورة التي رأيناها في وارسو من اجتماعات هنا وهناك صحيح أنها مخزية ولكن هذا يؤكد أن الفرز الحقيقي يسير بالاتجاه الصحيح أما أن يبقى الناس مختبئين هنا وهناك تحت عنوين دعم القضية الفلسطينية وهم في الحقيقة يواجهون المقاومة ومن يواجه العدو الصهيوني نحن لا نريد ذلك الأفضل أن تبرز المواقف إلى الغلق الأفضل أن يكون الفرز على حاله وأن يكون الذي يكون مع فلسطين واضحا ومع الحق العربي ومع حقوق الشعوب العربية ومن يريد أن يكون مع الكيان الصهيوني منبطحا مهرولا مطبعا يجب أن يكون واضحا وهذا لصالحنا كعرب ومسلمين وشعب فلسطيني وهنا نعود ونسأل عن روسيا هل نجحت هل تنجح ربما في المستقبل بتكريس نفسها قوة لها وزنها فيما يتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي أو الصراع العربي الإسرائيلي كما هو الحال بسوريا مثلا نجحت روسيا بقوة في القول أنه من هنا يصنع المستقبل كما قال بوتين وثبتت أقدامها في سوريا هل ستنجح بموضوع الصراع العربي الإسرائيلي الفلسطيني الإسرائيلي؟ لا يمكن أن نستهين بتعقيدات المشهد الفلسطيني والوضع الفلسطيني ولكن روسيا تعتبر نسها حققت إنجازات في تموضوعها الاستراتيجي في المنطقة وفي مواجهتها للسياسة الأمريكية المنحازة للكيام الصهيوني والتي تضرب الحقوق المتعلقة بالشعوب العربية في المنطقة وخصوصا قضية فلسطين عندما تأتي روسيا وتنحاز إلى الحق الفلسطيني فهي تريد أن تحقق إنجازات استراتيجية كما حققت على ملفات ومستويات أخرى وبالتالي المطلوب مننا فلسطينيا أن نعتبر أن هذا الدور الروسي هو دور إيجابي في المبدأ لأن دولة قوية هي التي تقارب هذا الملف بسياسة ورؤية مناقضة للرؤية الأمريكية الصهيونية وهذه بالنسبة إلينا نقطة استراتيجية هامة يجب أن نبدي عليها بغض النظر هل ستحقق إنجازات معتبرة روسيا أو لا بالنسبة إلينا كفلسطينيين يجب أن نستثمر هذا الموقف الروسي إن لم نستثمره في اللقاء الذي حصل في بوسكو فيجب أن نستثمره في الأيام والأسابيع والأشهر القادمة وهذا إذن موقف سيد رائد يحسب للسلطة الفلسطينية للرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن أنه عدم إرسال ممثل فلسطيني عن السلطة لحضور وارسو هذه أولا ثانيا في انتخابات إسرائيلية مقبلة بعد شهرين تقريبا هل نتوقع أي حركة إسرائيلية أي خطوة إسرائيلية على الأرض بعد كل ما جرى على صعيد ديبلوماسي والسياسي يعني أولا فيما يتعلق بموقف السلطة الوطنية الفلسطينية والرئيس أبو مازن هذا الموقف هو واضح وأعتقد أن الرئيس أبو مازن قد سجل موقفا يشهد له القاص والداني فيما يتعلق بالمؤامرة التي أحيكت ضد سوريا وقد دعا الرئيس أبو مازن وعمل على استقرار هذا البلد العزيز وقال أننا لا يمكن أن نكون جزءا في مؤامرة ضد أي بلد صديق أو شقيق والمسألة الأخرى نحن لدينا عنوان واضح وقضية عادلة هي القضية الفلسطينية وبالتالي نحن نذهب لأي مؤتمر يعني يكون هذا المؤتمر قائم على أساس العدل أساس الإنصاف للقضية الفلسطينية استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية لكن أن نذهب إلى أحلاف تقودها الولايات المتحدة الأمريكية بالعودة وكانها تريد أن تعيد الشرق الأوسط إلى حلف بغداد في منتصف الخمسينات فأعتقد أن هذا الموقف واضح من كبال الرئيس أبو مازن ومنظمة التحرير الفلسطينية أما فيما يتعلق بالانتخابات الإسرائيلية أولا سيدة العزيزة الانتخابات الإسرائيلية هي اليوم تتركز بتنافس ما بين اليمين واليمين الإسرائيلي وبمعنى أن هناك يمين وهناك يمين أكثر تطرفا من هذا اليمين وبالتالي الحكومة القادمة هي نتاج لهذا التحالف أو التزاوج ما بين اليمين وأقصى اليمين ونحن نتوقع المزيد من التصعيد الميداني على الأرض لا نتوقع هدوءا وكأن الشعب الفلسطيني أو مطلوب من الشعب الفلسطيني أن يدفع فطورة الانتخابات الإسرائيلية من دمائه من معاناته اليومية التي يتسببها له هذا الاحتلال إلى جانب ذلك أود أن أذكر أن جوهر المشروع الإسرائيلي استنادا إلى أيدلوجيته الصهيونية هي الضفة الغربية وبالتالي كل ما يقوم به من إجراءات هو للتمهيد أكثر فأكثر للإنقضاء على قلب هذا المشروع وهو الضفة الغربية وضحت هذه الفكرة أشكرك جزيلا سيد راعد رضوان عضو المجلس الثوري لحركة فتحة داتنا من رمالله شكرا لك دكتور وليد القططي عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي من غزة وللدكتور أحمد عبدالهادي ممثل حركة حماس في لبنان هنا في الستوديو نتمنى أن لا تكون القضية الفلسطينية هي الخاسر الأكبر من كل ما يجري في المنطقة والأقليم أشكر لكم وحسن المتابعة ومشاهدين شكرا لزهر أبو حمد منتج ندوة الأسبوع للمخرج حسن راضي إلى اللقاء اشتركوا في القناة